فقرات رياضة التاسعة والزميل حازم الغامدي مساء خير مساء النور انطلقت مساء اليوم منافسات الموسم الجديد من دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك ضمن مباراية الجولة الأولى لهذا الموسم جمعت أولى المباريات نادي الشباب مع ضيفه نادي أبهى تقدم الشباب بالهدف الأول ضمن مجرية المباراة من الشوط الأول وحافظ على شباكه نظيفة طوال وقت المباراة حتى انتهت المواجهة بفوز نادي الشباب بهدف نظيف وبتلك النتيجة يحصد الشباب أول ثلاث نقاط في الدور فيما يبقى نادي أبهى برصيد خالي من النقاط في ثاني مباراية الجولة الأولى ضمن منافسات دور كأس الأمير محمد بن سلمان تعادل نادي التعاون مع ضيفه نادي الفيصل في القصيم بهدف لكل فريق وشهد الشوط الأول أفضلية للتعاون الذي نجح بتسجيل الهدف الأول بعد مرور دقيقتين عن طريق مدافعه سانتوس وانتظر الفيصل حتى الدقيقة الثمانين حينما تمكن مدافعه إيغور روسي من تسجيل هدف التعادل لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي والحصول على نقطة وحيدة لكل فريق تجري في هذه اللحظات مواجهتين ضمن الجولة الأولى من دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المباراة الأولى تجمع نادي الوحدة مع ضيفه القدسية الصاعد لدور الأضواء وعلى الجانب الآخر يصطدف بطل الدوري نادي الهلال نظيره نادي العين والصاعد حديثا للدوري ويسأل الهلال للفوز والحفاظ على اللقب فيما يبحث نادي العين عن الفوز الأول في تاريخه على نادي الهلال وعالميا وصل النجم المصري محمد صلاح إلى الهدف رقم 100 بشعار نادي ليفربول في 159 مباراة منذ قدومه إلى النادي البريطاني في عام 2017 من صفوف نادي روما الإيطالي وآبات المصري محمد صلاح ثالث أسرع لاعب يصل إلى الرقم القياسي في تاريخ نادي ليفربول بعد كل من روجر هانت الذي سجل هدفه المئة في المباراة رقم 144 وجاك باركنسون في لقائه 153 فحقق صلاح لقب الهدف لموسمي 2017 و2018 ب32 هدفا فيما تناصف التهديف مع القابوني أوبام يانك وزميله السنغالي ماني ب22 هدفا في 2019 انتهت رياضة التاسع الآن عودة لهبا وعبدالعزيز شكرا